اتفاق بين الشرعية والانتقال برعاية سعودية أبرز مخرجاته أنه نقل ما تبقى من مشروعية القرار اليمني إلى السعودية بتفويض من الرئيس هادي وقادة الشرعية هذه المرة بعد أن كان الرئيس هادي هو صاحب القرار الفصل بين الفرقاء في الاتفاقيات السابقة أصبح اليوم هو أحد أطراف الصراع وأصبحت الرياض هي صاحبة القرار الفصل بينه وبين انقلابيين دعمتهم شريكتها في التحالف أبو ظبي في عدن تحدثت مصادر إعلامية عن انسحاب الإمارات من المنشآت الحيوية وتسليمها للقوات السعودية والسؤال هنا ما هو الفرق بين القوات الإماراتية والقوات السعودية إذا كانت المحصلة هو استبعاد سلطة الدولة الشرعية ونزع نفوذها في عاصمتها المؤقتة إذن عدن من السيطرة الإماراتية إلى السيطرة السعودية تختلف الأعلام المرفوعة على مدرعات الأجنبي ولا يختلف حال المدينة وأوضاع أبنائها الحالمين بالأمن والسيادة في تزييل صوتي حذر وكيل محافظة المهرة بدر كلشات أبناء عدن من قبول استبدال الوصاية الإماراتية بالسعودية منوها إلى أن القوات السعودية في المهرة ارتكبت خلال سنة ونصف من سيطرتها على المحافظة انتهاكات فضيعة لا تختلف إطلاقا عما فعلته الإمارات في عدن كانت السعودية أخص من الأمارات في إدارتها الأعمال العسكرية في المهرة هذا انتهاك حقوق الإنسان أيضا ما يحصل الآن شبيه بشكل كبير بصراحة بما حصل في المهرة بشأن ما بعد اتفاق الرياض قالت مصادر خاصة لقناة بلقيس إن الرئيس هادي يرفض مقترحا سعوديا بالعودة إلى عدن متعللا بسوء الوضع الأمني وأنه لا يأمن فيها على نفسه الأمر الذي يعني سيطرة الانتقال عمليا على عدن وأن الاتفاق لن يتجاوز البرتكولات الرسمية وإذا يكافأ الانقلابيون في جده على ما قاموا به فعلى التحالف أن يبشر بانقلابات أخرى المصير نفسه حذر منه الوزيران الميسري والجبواني في مواقف واضحة تؤكد فشل الاتفاق مع الانتقالي وتحمل السعودية والرئيس هادي مسؤولية مكافأة الانقلابيين عبر هكذا اتفاق السعودية وحيدة في اليمن وصاحبة الوصاية فيه هذا هو عنوان المرحلة القادمة في ظل تماهي الشرعية مع مخططات التقسيم والتفتيت وما تسميها الثقة المطلقة في المملكة كما جاء على لسان العديد من مسؤوليها